السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الفعل سي سي يقول بالماضي سيد والتصريف الثالث سيد 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 سي يقول سيد قال سيد بالتصريف الثالث لاحظ الضمار I he she it we you they يجب تعلهم بصم باللغة الإنجليزية لكي يستطيع التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل حسن I say لاحظ مع he she it نضيف للفعل S أو إذا كان الفعل مفرد يعني اسم الشخص مفرد مثل محمد ماري وهكذا على حسب الفاعل لكن يكون وحيد he says she says it says يعني هو يقول هي تقول وهو وهي يقول غير العاقة مثل البروت الببغاء we say you say they say نحن نقول أنت تقول أنت تقولين إذن خمس ترجمات they say هم يقولون هما يقولان وهن يقولن الماضي said مع كل ضمار I said he said she said it said we said you said they said إذن سي بالمضارع يعني بالحاضر وست بالماضي سي يقول سيد قال طيب الاس شخص يسأل إذا ضفنا الاس تغير المعنى ما يتغير أبدا فقط ما يضعون اس سمونه اسم مفرد الغائب لا تغير من معنى الفعل أبدا فقط قواعديا يجب أن نضعها يعني he says هو يقول لو حذفنا الاس he say هو يقول المعنى نفسه لكن قواعديا خطأ يجب أن نضيف اس يريد أن نقول ماذا تقول what do you say ماذا تقول لماذا تقول why do you say كيف تقول where do you say when do you say متى تقول نستخدم when إذن فقط نغير اسم الاستفهام والباقي نفسه do you say do you say إذا أردنا بالماضي فقط بدال do نضع did تصبح what did you say ماذا قلت why did you say لماذا قلت how did you say كيف قلت when did you say متى قلت إذن اسم الاستفهام نفسه فقط غيرنا did بدنا عن do نريد أن نجيب على هذا السؤال what does she say ماذا تقول أو ماذا هي تقول لاحظ نحذف what نحذف does نبدو عند she she ونضع الفعل كما قلنا بعد هي شيء نضيف الفعل الاس she says she is happy هي تقول بأنها سعيدة she is happy يعني هي تكون سعيدة what did she say ماذا قالت نحذف what نحذف did لكن الفعل بالماضي تصبح she said كما قلنا say بالحاضر said بالماضي she said قالت she was happy كانت سعيدة لأنه بالماضي she was happy إذن كانت سعيدة لاحظة هذا الجملة as هي تكون سعيدة بالماضي she was happy كانت سعيدة حولنا as إلى was نتدرب على هذه الجمل تفيدنا بالمحادثة I want to say something أريد أن أقول شيء ما I want to say something أريد أن أقول شيء ما be quiet I have something to say أهدأ أو أهدأ لدي I have يعني لدي شيء ما ليقوله أو عندي شيء ما ليقوله be quiet I have something to say they said nothing to me about him لم يقولوا شيء لي عنه لاحظ said nothing يعني لم يقول شيء said nothing to me لي about him عن هو I didn't believe a word he said لم أصدق كلمة قالها يلا لم أصدق أي كلمة قالها I didn't believe a word he said it's said نحفل هذا التركيب it said قيلة هي اختصار لي it is said البصر في s هي اختصار ال is it said قيلة that they left over hundred twenty قيلة بأنهم عاشوا أكثر من مئة وعشرين سنة إذن ترجم نحفل هذا التركيب هذا it said قيلة I said to myself قلت لنفسي I said to myself بمعنى thought يعني فكرت أو ظلنت أو حسبت that can't be wrong بأنه لا يمكن أن يكون خطأ can't be wrong لاحظ can't هي اختصار لي cannot I said to myself thought that can't be wrong I didn't believe a word he said it said that they left over hundred twenty I said to myself thought that can't be wrong for what do you want it من أجل ماذا تريده لاحظ for ممكن أن أضعها بنهاية الجملة تصبح what do you want it for ممكن for بداية الجملة أو في نهايتها تريد أن تجيب I'd rather not say وفضلوا ألا أقول نحفظها I'd rather not to say يعني I would rather يا من أفضل ألا أقول تختصرها I'd يحذفون W-O U-L-D يضعون بصر في D I'd rather not say try to say this حاول أن تقول هذا try to say this say what you like قل ما تحب إذن هذا لاحظ حالة imperative الأمر بالأمر لا نضع فاعل بصر تبدأ بالفعل try to say this حاول أن تقول هذا say يعني قل what you like قل ما تحب I'll say this for him سأقول هذا له I هي اختصار لي I will I will say this for him سأقول هذا له For what do you want it I'd rather not say try to say this say what you like I'll say this for him what do you say ماذا تقول بمعنى نفس الشي what's your opinion ما هو رأيك إذا رأيت أن تقول ما هو رأيك ممكن تستخدم what do you say تعطى نفس المعنى أو تقول what's your opinion ما هو رأيك opinion رأي what هي اختصار لي what is I can't say that يلا أستطيع أن أقول ذلك can't هي اختصار لي can not I can't say that it's hard to say what made him sad إنه من الصعب أن أقول what ماذا made جعله made him يعني جعله sad حزين it's hard يعني it is hard كما قلنا دائما الانجليز يحبون اختصار الكلمات it's hard to say what made him sad what made him happy what made him strong إذن نضع صفة made نعرف صنع من الفعل make يصنع الماضي made أيضا make يجعل لا نقول ما الذي صنعه حزين ما الذي جعله حزين I couldn't say لا يمكن القول بمعنى I don't know تريد أن تقول لا أعرف I don't know أو تقول I couldn't say لاحظ could الالمات الفض لا نقول could I couldn't say I don't know let's say دعنا نقول let's say that دعنا نقول ذلك يعني لنفترض ذلك let's say that let's هي اختصار ل let us let's اختصار ل let us يعني دعنا نقول let him دعه let her دعها let them دعهم على حسب الضمير كما نعرف الضمائر I he she it we you they أريد أن أستخدم الضمير بعد الفعل let let me let him let her let it let us let you let them إذن هذه الضمار بحالة المفعول به let's say that هي اختصار ل let us وليس ل let is is دعه يكون خطأ لماذا باللغة الانجليزية لا يأتي فعلا مباشرة خلف بعض أو وراء بعض what what do you say what's your opinion i can't say that it's hard to say what made him sad i couldn't say i don't know let's say that آخر فقرة i'll say يعني سأقول هي اختصار لي i will say i must say يجب أن أقول well said يعني موافق يعني قول حسن يعني موافق i agree with you well said who can say what will happen next month من يستطيع القول ماذا سأ يحدث الشهر القادم من يستطيع أن يقول ماذا سوف يحدث الشهر القادم who can say what will happen next month i'll say i must say well said who can say what will happen next month بهذا الشكل النهيين درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن فعل say وكيف أستخدم باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته